لا تزال السردن ومختلف أنواع الأسماك تحافظ على أسعارها في مستويات قياسية في البورصة على الرغم من خروج شهر رمضان واقع تبرره الغرفة الولائية للصيد البحر بيسكيكدا بضعف المردود السمكي هذه الأيام إذا دخلت بكمية كبيرة يوصل حتى 100 دينار للكيلو بصح يدخلت بكمية وإن شاء الله الحوت كاينة بإذن الله إحنا طلبنا من السلوطات المعلية وصلنا باش نديرو محمية درنا منطقة الصيد منظمة وهذا اللي تجمل تساعد كل الأطراف القائمون على شؤون الغرفة الولائية توقعون التراجع الأسعار لمستويات معقولة ومقبولة مع تحسن الوضع الجوي والتحاق كامل الصيادين بموسم الصيد السردين خصوصا إحنا متفاقين باش يكون الصيد وفير لهذه السنة من خلال مؤشرات هذه كل احنا عنا هنا في مدينة القل عنا قال هالأسطن صيد السردين اللي درك وصلنا حتى الستين بخيرة لصيد السردين ومعنا نحن ينشط قريب ألف بحر فوق هذا السفر في ولاية يبلغ طول الشريط الساحلي بها مائة واربعين كيلومترا وفي دولة يتجاوز شريطها الساحلي الألف ومائتي كيلومتر تحولت فيها الأسماك لحلم بعيد المنال ولم تعد فيها السردين طبق الزوالية